اشتركوا في القناة خصصة في الترازات الكبيرة مؤخرا وهي يعني النهاردة مش بس ضفتنا بصفاتها يعني كبير مهندسي هندسة الطيران ولكن كمان لانها مصممة براند هدومي حريمي هاند ميد متميز جدا ورائع جدا وما سابتش الطيران بس كل حكاية فيهم حنعرفها منها ونعرف تفاصيلها فيها الهواية جزكت ازاي ووقتها جي امتى وقصتها مع الفن والتصميم وحكايتها مع هندسة الطيران فيسعدنا يكون معنا النهاردة في هذه الفقرة قال باش مهندسة اماني النجار ونورة الدنيا واهلا بك في برنامجنا رسي جدا انا هبدأ من الجديد وارجع بعد كده للقديم مش قديم قوي احنا ما شاء الله موازنين بين الاتنين ولكن فكرة انك تدوري على الشغف والهواية يعني بعد ما قطعتي مشوار طويل في مجال تخصصك ودراستك وهندسة الطيران الفكرة او القرار جزي كلمينا عنه وعن البراند بقى بشكل عام نقطة البداية معايا في مجال في مجال اللي هي الموضة والالوان والجمال بشكل خاص كده كان معايا من زمان جدا يعني ممكن نقول مثلا من مثلا سنة 15-16 من مدرسة يعني اه من مدرسة قبل ما اخش سنوة عامة وقبل ما اخش الجامعة كنت بحب الموضوع ده جدا جدا كان عندي كمان الهام كده جامد من من عائلتي من خلاتي من مامتي انت عارفة الجيل ده بيبقوا تحس انهم هوانم كده بيشتغلوا تركوا وكروشي حاجات كتيرة كانت تتعامل في البيت بالفعل اه من تفصيل من تطريز من كانوا بيعتبروها من ضمن مقاومات الست الشاطر انها تبقى عارفة الحانم مزبوط فاتعلمت الموضوع ده منهم يعني انا الحمد لله ربناك كرام عندي خمس خلات ان شاء الله فكان كل واحدة فيهم منفردة بحاجة فتعلمت من واحدة فكان فيه اكاديمية في العيلة بتعلم خبرتك كان يوم الخميس ده كان القعدة دي كل واحدة بتتفنن انها هتعمل حاجة فتعلمت صراحة تعلمت يعني ايه ارسم على الازاز ارسم كمان رسم عادي تعلمت ريكو حاجات كده وانا ليس اصغالة فالشغف كان جوية من بدري ما شاء الله طب ايه مواصفات براند المهندسة او المصممة اماني النجاية انا شايف ما شاء الله الجاكت اللي حيك لابساه من تصميمك بالكامل وملفت ورائع جدا توصفي براندك بان هو يعني ايه اللي بيميزه بيميزه حاجة بسيطة جدا هو ان كنتي بتلبسي حاجة ذوقها راقي جدا ويونيك يعني مش متكررة ليها ليها ستايل كده هيعجبك هيعجبك يعني بصي انا عارفة اهو انا قدامي عيني اهو لسه معانا كمان صور لصيفة جدا لتصميماتك ممكن ننزل صور اهو ايوة يعني محاك تكلمين عنهم هل بين ايوة ده ايه ده ده سيناوي ولا انا بتهيق ليه ده بقى ده يعني احنا عادنا فكرنا كده ده كاردجن او عباية اه ده كاردجن اه واخد واخد ستايل اه التراصي المصري اه انا من اشد العشاء بالتراصي المصري السحراوي البدوي جدا احنا انت عندك حاجات كنوز موجودة في مصر عندك من غرب مصر لشرقها اه اقدم حضرات العالم احنا عندنا ما شاء الله سروات وكنوز في كل المجالات بالضبط وده بقى احنا غيرنا خالص كده ده تصميم مودرن الى حد كبير بس برضو فيه التتش التراصي لازم اعمل حاجة علشان لازم الهند ميد ده يخش لان انا يعني ده الخط بتاع بتاعنا انا براندينج والخط بتاع اماني ان انا بعمل حاجة معظمها هند ميد ولما تتعامل تاخد وقت وتاخد مجهود عشان تطلع حاجة كده فريدة تحب تبقى لابساها وتوسق وتبقى شابه حد لا طب واحنا بنتفرج على صور كده القطعة مثلا متوسط الوقت تتاخده منك قد ايه عشان تتنفذ وتبقى جهزة في حاجات مثلا زي الجاكت ده عشان يتعامل مثلا خد في حدود شهر ونص أو شهرين ايوة لان كله هند ميد ما فيش حاجة يعني اقصاها ولزقها ده متوسط من شهر ونص لشهرين لشهرين ده بقى السؤال ده فيه ترك يعني فيه حيلة يعني طب حيك بتلاقي الوقت منين بقى ان انت ما شاء الله نرجع بقى الهندسة الطيران وانت بتنزلي بنفسك المواقع او يعني مش المواقع بقى بيسموها ايه الطيران الهناجر بقى اه الهناجر وبتدربي ما شاء الله وإكزامنر بتختبري كمان مهندسين جد بتوزني وبتلاقي وقت ازاي يعني وتعتمدي تيارات انها امنة وسليمة فالموضوع برضو كده فيه لغز هو بسيطة كلامك مظبوط طبعا بس في الاول يعني انا ركزت جام يعني ركزت وقررت ان انا اخش فعلا بتقلي في مجال الازياء من سنتين ونص تقريبا يعني بس قبل كده كانت الدنيا ايه بسيطة لان مهنة الطيران والهندسة والطرازات العريضة ماينفعش ان انا ابقى نص وقت كده نص وقت كده يعني ابقى كده بتحكي على نفسي صحيح فكان معظم وقتي في مجال الطيران لان برضو انا يعني بشتغل وبمضي فلازم اكون متأكدا من اللي انا بمضي بشتغل وبنمضي وبندرب وبنرجع لبيت نطبخ ونشوف العيال والمذاكرة وبرب ولده بنت وكده يعني ما شاء الله فعملت الموضوع ده كده بحيث ان هو يبقى يفضل جوايا من سهوش بس الشغل ده اللي انا بعمله ده وده 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 في مجال التطريز والانتاج مركزة بقى لي سنتين لان انا الحمد لله يعني وصلت المرحلة ان انا بقيت كبير مهانسين ماشا الله فيعني من حقي بقى ان انا ايه استريح شوية ودلع نفسي ودلع نفسي ودلع الناس اللي بيبسوا طبعا وبقى عندي جروب طبعا بيساعدني يعني موسي هو انا يعني ما شاء الله شخصية حضرتك يعني اعتقد ان هي فيها حاجات كتيرة بس كل واحدة في اتجاه يعني احنا مثلا انا اتكلم عن نفسي وانا فيه غير كتير ستات لو عجلة العربية او كويتش العربية نام بلوس مش هعرف افكر حتى ان انا انزل احاول اغيرها ان انتي في سن صغير تقرير تخشي مجال تصليح طيارات يعني ليه وازاي مش ان انا معترضة انا عاوزة يعني الحماسة تتنقل للمنات بسي هو بصراحة انا بحب طول حياتي بحب التحدي اه وانا مش اي تحدي اه وبحب انجح يعني حتى ربنا كمان امرنا بكده يعني ان احنا كده بنعمل ايه احنا ده بقى ايه ده ميكانيكة الطيارة شايفة كويتش بتغير ولا اي حاجة كده انا بعمل تيست تيست كده في الطيارة قبل ما تخرج للخدمة يعني قبل ما تنزل لرحلة وبعمل تيست ان الاجهزة بتاعتها والمحرك تمام دي المرحلة اللي بعد ما لبسنا الابرول وانزلنا وشفنا الحاجات اللي تحت بقى بالطيارة والمطور والعدة بالزبط وهنا في الصورة دي انا بدرب مهندس انا بدربه علشان ياخد اللايسنز ان هو يصق يعني سؤال رفيع في الحتة دي معلش يعني احنا مش اقوله اسميه اوه مش باين معانا اعتقد لما بيواجهك فكرة ان يبقى في ده ايه ده بس الاول ده المطور ده محرك لا انا كده بغير عجلة اهو اهو يا انه ربيا ده جماعة طب ده عجلة العربية نمت بنام جنبها ما شاء الله عجلة الطيارة بتتغير برضو عادي اه طبعا ليها مش صيانة مثلا ملهاش باجة ولزق والحاجات دي لا ولا فاك مضروف فيها ولا حاجات طبعا ان العجل من ضمن الحاجات المهمة جدا في الاندين طبعا اه في الاندين والتيفق فلازم تكون مضبوطة وانس ان حصل مشكلة بنغير بنشيل واحدة ونحط اه هارجع طبعا طبعا اصلا العجلة دي اكيد معظم اللي شاف الطيارة في الواقع العجلة ممكن تبقى قدي او اطول مني كمان اه حسن عجلة اراز الطيارة اه هي قدامنا ما شاء الله طب هارجع بقى للسؤال الحساس شوية دي العجلة الخلفية بقى دي الصغيرة بتاعتهم دي عجلة التريلا افندم دي كبيرة دي كبيرة جدا دي عايزة قوة بدنية كمان طبعا بيبقى معي طقم فنيين هما يعني بيبقى مساعدتهم يعني يعني سواء المهندس كان راجل اوسط لازم بيكون معاه طقم فنيين بساعته طبعا او ان انتي تعدلي علي او تصلاحي علي او انتي اللي في ايدك تقولي ان هو خلاص يكتاز الانتحان ولا لا ما بتعملش شوية من نوع اللي هو يعني هو ست اللي هتقيمني ولا ست اللي هتختبرني قابلك الحاجات دي مش هنقول بالقسم بس قابلك دي برضو تحدي هو في الاول وفي مجال ذكوري اه في البداية كان الموضوع صعب جدا صعب يعني اصعب موقف يعني ممكن يكون وجهك حصل كده بينك وبين حد من المتدربين او من المهندسين او او كان ايه انا فاكرة حاجة حصلت فعلا في البداية في البداية طبعا فكرة انه يلاقي مهندسة وست وهي اللي هتشرح وحترق وحتسأل وتسمع ويتسمع اجابة وتقرر او كانت تعجبها ولا مش عجبها تقيم اه وتقيم دي طبعا بتبقى صعبة شوية في الاول بياخدوها ان هي هيتقيم شخصيا مش هيتقيم على اللي بيدرسها او وبرضو احنا في المجتمع مش هنقدر ننكر ان هو زكوري شوية فعندهم دايما قناعات ان الشطارة وانها تبقى يعني سوسة كده ده لازم يقول راجل مش سيت يعني فحصلت طبعا في الاول كنت همتحن يعني حد مهندس يعني بس وسمعت ان هو هتمتحني بجد بتعرف حاجة هلالله اه حصلت طبعا ننجح ولا سيت اه اه والحيا سيت طب سيت عشان لا يصلح انه ينجح ولا سيت عشان اعقابل ليه على الله لا خالص لان انا لما عدت اصلا اه يعني ما كانش جاهز كمي اه الحمد لله بيبقى مش يعني ببقى ببقى لجنة واللجنة دي برضو مرصودة من جهات تانية فبيبقوا عارفين احنا منسأل ايه طبعا فانا سألته اسئلة لا هو كان قاعد مخضود يعني هو هي دي عارفت يعني هي مستوها يعني حتى فنسي عارفت انه ممكن يكون كان جاهز ومذكر بس هو نسي من الخضة ايوة حد مرة جاء الله حضرتك مثلا او سمعت كده ووصلك يعني ما تعود بقى في البيت واحنا نقصين يعني حتى ما جلسي انت الطيران دخل الله فيه حد عن كده او لكده لا محدش قدر الحقيقة محدش قدر لان محدش واجه بيها يعني وكمان فيه نقطة مهمة جدا ان انا اسبت احترام وقوة لها بس انا في البدايات اكيد كان فيه التحديات دي دلوقتي النهاردة ما شو الله الاسم نار على علم بس في البدايات كان زي ما قلتي كان حتى الممتحن ده ما كانش مقتنع فاكيد كان فيه غيره كتير بنسمح احنا كستات في مجالات كتيرة متواضي في البيت بقى وانتي نزلت شاركينا كل حاجة بس هتسمعيها من وراء ظهرك مش هتسمعيها يعني اللي بيقول اللي بيقول اللي صاحب الفكر ده ما بيقدرش يواجه وجها لوجها لان هو يعني بيبقى الكلام هو نفسه مكسوف منه لو هو مقتنع بيه جدا يعني لأ كان هيقول وجها لوجها بس هم عارفين كواس قوي لما معشر الرجال يعني هيوة ان ست لما بتكون واثقة من نفسها وشطرة بتبقى لأ لما بتحط حاجة في دمخها اوعى اللي بيقول كده ربنا يسامحه طب المرحلة النهائية اللي هي اعتقد مراحل صيانة الطيارة بتبقى كذا مرحلة لغاية المرحلة النهائية اللي هي سيف او الطيارة دي تمام تطير حضرتك هو الشخص او المسؤول الاخير اللي بيدي الاوكيف ان الطيارة جهزة وسليمة ولا فيه لسه مراحل تانية لا احنا بنبقى يعني الطيارة طبعا علشان فيها مثلا اتنين محرك او اربعة محرك فيها جسم فيها عجل فيها كهرباء فيها عددات فابدبقى مثلا احنا في حدود اربع خمس موانتين مسكين الطيارة وانس ان كل واحد فيهم ماسك المنطقة بتاعته ومضى خلاص ها الكلير على الجزئية بتاعته يعني تمام نشوف الجزئية غيرها لا لا ما فيش حد بعده ممكن لا يشوف ولا يعدل وجهات تمام كله تمام طيب فيه رقم يعني رقم اعتماد انا مش هاشر حكتر عشان نفاهم الناس يعني ايه رقمك الخاص بيك رقم الاعتماد سبعتاشر سبعة وخمسين او الباش مهندس سبعتاشر سبعة وخمسين يعني ايه ده ده رقم من الارقام اللي انا لا يمكن انساها في حياتي خالص مدى الحياة لانه هو ده الرقم اللي خلاني اكسبت الدين انا انزل اشتغل ده رقم انا باخده من هيئة من سلطة الطيران المدني ويه طبعا ده اعلى سلطة الطيران في 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 كل بلد في يعني انا بالنسبالي اماني النجار عندهم تعني سبعتاشر سبعة وخمسين فبمضي بالرقم دوت بشتغل بالرقم دوت زي مثلا رقم ترخيص معين يعني انا هو معناها كده كود معين ده الكود بتاعك ده الرقم رقم ال ابروفال لايسنس بتاعتي اللي هو شهادة النزول الى الخدمة وان انا اقرب ناحية التراث دوت وان انا امضي عليه واقول انه هو صالح او غير صالح دي مسؤولية كبيرة ماشاء الله جدا فالرقم ده طبعا مفيش مهانس بنساه يعني كل الناس على الصفحة عايز اقول الحاجة بيتتكلم على فكرة ان احنا احنا كستات غلابة جدا في تغيير عجلة العربية فشافوا الفيديوهات انبهروا اعتقد ان يعني مكرا فيه كتير هيقدم على دراس لهندسة الطيران من الستات وربنا يصور على الرجالة بقى اللي في المجال ده ربنا يصور على عجلة البيت بقى والأولاد والوقت الكافي لهندسة الطيران مهندسة معتمدة 1757 بيت وولاد ومشاء الله ولد وابنت ولد واباهم ايوا انا يخليهولك داعم جدا جدا وهواية والقطعة بتاخد من شهر ونصف لشهرين التركيبة والتوازن ده محتاجين نحقق فيه عشان نتعلم او اولا رقم واحد لازم تحبي وتقتنعي باللي انت هتعمليه لازم تحبيه وتقتنعي صحيح ودايما كان والدي الله يرحمه كان دايما بيقوللي لو اقتنعتي بحاجة خليها قضياتك ودافع عنها عفري اه فانا اقتنعت فعلا ان انا يعني مثلا لما دخلت هندسة كنت حبق قسم طيران والاهل كانوا مواطئين على دخول هندسة طيران ولا كان فيه برضو شوية اه لا كانوا حبين جدا وهندسة طيران يعني انت عايزة كده اه انا عايزة كده فخلاص يعني تمام بابايا ومامتي خلاص بي وفقوا يعني ما شاء الله دعم فكنت عايزة اخش هندسة طيران قسم تاني لا يعني يعني ما كنتش هكامل فاندسة لو قسم تاني يعني فانا صاحبة مبدأ اللي هو اللي هو التارجت والنقطة اللي انا عايزة وصلها ما عنديش ما عنديش لخبطة في الافكار يعني هو كل مرحلة لها هدف اه نحقق ونخش على بعض ومفيش تشوش لا يعني اخد ده ولا اخد ده ده مرغم ان انا برج الميزان يعني يقولون انا مترددة كان معانا فقرة الابراج مبارح ايو بس لأ انا يعني لما بعوز حاجة هي دي هي دي مفيش بديل ديها تمام وخلاص ودخلنا فدخلت عن دستة رانوا الاهل دعموكي ومشينا فيها نفسها من سنوات اه ومجاوزنا مثلا كنت الوحيدة في الدفعة وكلهم ولاد الحتة دي في الاول بتاديت خلي يعني جابتلي شوق كده طبعا هكامل زي خمس سنين مفيش ولا زميلة حتى واحد مفيش اه بس خدت التحدي اللي هو داوت وكملته وكنا كلنا يعني زي الاخوات وكنت مبسوطة جدا بالمرحلة اللي انا عشتها دي والزوج مهندس برضو اعطا اه زوج مهندس طيران لا انا الوحيدة اللي طيران بابا وماما طيب مهندسين امو الولاد الولاد طيب مهندسين برضو ما شاء الله اه يعني العيلة كلها اه انا ابن وابنت مهندسة طيب دي مهندسين مجوزين وعيشين ما شاء الله حياة تعتبر نكحة مهندسين حياتهم ازاي يعني ثلاثية الابعاد كده اللي بيبصوا بيها على المشاكل مثلا اللي بتقابلهم اه اختلافاتهم اكيد فيها هندسة والله انا انا بقتنع بحاجة بس انا مش يعني يعني مش متعصبة بس انا دايما بقول ان يعني ختيج الهندسة ممكن يعرف يعمل كل حاجة حاجة تصدقي بايه انا ما شفت مهندس ومهندسة الا ما قالوا الجملة دي والله يعني انا ندمت اني مداخدش هندسة دايما اي حد دارس هندسة يقولك الدراسة الهندسة بتساعدك ان انت تحل وتحلل وتفكر في اي مشكلة وتلاقي لها الحل المنطقي صح صح ده فعلا او الله حتى المشاكل الزوجية كل حاجة لانها بترتب دماغك بترتبها اولويات ما تلاقيش صعب او لما تلاقي حد مهندس مثلا بيتكلم في حاجات تفع بس مرضو من حاجات المهندسين ده ما يقولوها ان عين المهندس بتشوف المشاكل السلبية او الاخطاء والعيوب طب اللي متجاوزة زوج مهندس النهار ده بقى اي واحدة متجاوزة راجل مهندس بيشوف السلبيات ازاي بيشوفها بس شوفش الحلو اللي فيها لا بتشوف الراجل بس اي واحدة اقولي بقى شخصية الست انا متأكدة انها تختلف عن شخصية الراجل حتى كمان تفاصيل مخ الست مختلف عن تفاصيل مخ الراجل ده اكيد ده علميا احنا اطيب بس الزوج المهندس عينه شايفه في العلاقة الحاجات الحلوة ولا طول الوقت بيشاور على العيب لا يعني المهندس مثلا الميكانيكا بيبقى شايف عيب العربية مهندس المدني شايف شدة المؤولات انا مش عارفة بقول مصطلحات صحة في الهندسة ولا المهندسين حيدربوني ولا ايه مهندس بقى يرجع بيته شايف ايه كباية اللي مش مخصولة لسه ولا السبادة اللي ما تعملتش ولا الاكل اللي ما اخلصش ولا ايه الحاجات الهيوج اللي هي الكبيرة مش بتاع تفاصيل يعني لا مش بتاع تفاصيل عشان كده عشان كده بقولك ما بيتكلمش يعني دماغ المهندس الاكل اللي ما تعملش اه ما دي حاجة كبيرة يعني بيتغضع عن الحاجات الصغيرة يعني ميزة ان الواحدة تتجاوز مهندس بالضبط عشان هون مش عايز يشغل دماغه بحاجات خليه بقى في الحاجات كبيرة متجاوزوا مهندسين يا بنات والولاد تدرس هندس عشان نحل المشاكل اللي احنا عايشينها دي كلها طيب احلامك اللي جاية ايه انا شايفة انك ما شاء الله يعني مفيش حاجة اسمها انا كده حققت نفسي انا خلاص وصلت اللي انا عوزا ودي حاجة لازم كلنا نحتازي بيها بكرا نفسك في ايه التسعي انا باشت يعني انا باتكلم وبفكر وبشتغل على ان على ان التراص المصري اللي انا دمجاه في الحاجات بتاعتي اللي انا اللي انا مقدرش اقول انها يعني يعني اللي هي حاجات كده جنرال لأ انا دخلة في العمق اللي هو بتاع التراص المصري حاجات مميزة متفردة في حاجات انا باخدها من رفح في حاجات باخدها من سينة من سيوة من من اللوحات فانا نفسي نفسي وان شاء الله ربنا يعني يدهالي يعني ان انا اوصل ان انا الحاجات دي تتشاف برا برا ان بقى البيس ديت معروف انها متصنعة في مصر وعلى وفي ايد ومن ايادة مصرية من خمات مصرية بإذن الله سفيرة لمصر في الخارج في عالم الموضة والازياء وتعبير عن تراصنا الباش مهندسة مهدسة الطيران اماني النجار ومصممة الازياء المصرية التراصية المميزة اماني النجار نورتينا النهاردة ويعني نموذج ملهم كتير جدا من السيدات والبنات وان شاء الله تحقيق كل احلامك ونكون معاك كده احنا بنرصد بكاميراتنا انجازاتك برا مصر وجوا مصر نورتي الدنيا كلها بسي جدا بسي فاصل سريع ونرجع من بعده نتكلم في الموضوع اللي قلنا عليه اللي مهم جدا كل اب وكل ام وكل شخص فينا حاسس ان هو اصبح مدمن للشاشة مدمن للجهاز اللي في ايده او للانترنت او السوشيال ميديا ياريت يتابعنا وبعتولنا على صفحاتنا على البوست بتاعنا في هذا الموضوع هيكون معنا دكتور ايها بعيد هيجيوب لنا ويدينا ان شاء الله حلول مقترحة لمشاكل كتير بتقابلنا احنا او مع هولدنا خليكم معنا بعد الفصل موسيقى 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 موسيقى